بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنتعلم في الدرس ده ازاي نصدر رسمة من الاوتوكاد الى برنامج الساب ونحط عليها الاحمال هناك ونحلها ونطلع النتائج وبعد كده نصمم ونرجع عن الاوتوكاد تاني يرسم حديد التسليح ونمازج الاعمدة والكاميرات عندي سقف مرسومة على برنامج الاوتوكاد السقف ده حاجة بسيطة مجرد ان احنا هنتعلم فيه بس ازاي نرسم هنا البلطات والكاميرات ونصدرها على برنامج الساب يحلها هناك اول حاجة هنعمل لير للفريمات بتاعتنا اللي هي هنصدرها للساب انا عندي الكاميرات مرسومة هنا خطين اللي هي الملتي لين المرسومة هنا ده انا عايز الكاميرا تبقى خط واحد في الاكس بتاعها علشان يروح على الساب خط واحد اللي هو فريم ايلمنت هنعمل لير من هنا في الاوتوكاد نضيف لير جديدة والي يكون هنسميها ساب بيمز اي اسم نهما ندية لير نرسم فيها الكاميرات وليكن هنديها لون مختلف عن الالوان اللي عندنا علشان تبان و ونعمل كمان لير اسمها ساب شيلز اللي هي البلطات بتاعتنا برضو عايزين نتسمها هنا او اي اسم تاني المهم ان انا اعرف ان ديت هيترسم فيها البلطات ولي اديها لون مختلف وصلد لين برضو وننشط الليير بتاعت الساب بيمز ديت نعلمها الصحة ديت با دي هي الليير النشطة اللي انا هرسم عليها دلوقتي ونعمل اوكي با دي هي الليير بتاعت الساب بيمز اللي هنرسم عليها نجيب امر لاين ونرسم من السنتر لاينز بتاعت الكاميرات من هنا لهنا دي كاميرا ودي كاميرا وهكذا دي الكاميرات بتاعتنا الموجودة في البلان الانشائي في برضو هنا كاميرا تاني كانت ليفر اهو لحد الكاميرا دي ونراعي ونرسم الكنتينيوية بين النقط يعني انا هامشي على السنتر لاينز بتاعت الكاميرات ولازم تبقى النقط كلها متوصلة ببعضها زي ما شايفين كده بالنسبة للبلاطات هنجيب الليير بتاعت الساب شيلز اللي انا لسه عاملها دلوقتي دي بتاعت البلاطات ونبدأ نجيب امر رسم البلاطات من هنا من درون موديلينج في حاجة اسمها في المش هنا سري دي فيس انا عايز ارسم بلاطة يبقى من درو موديلينج ميشز درو سري دي فيس سري دي فيس ده عبارة عن مسطح تحميل هنوصف بيه البلاطات هناك في الساب على انها اريا وعلى انها شيل المنت المسطح ده بيبقى عبارة عن شوية نقط متوصلة ببعضها قد تكون شكل مسلس قد يكون شكل مستطيل او مربع او اي شكل رباعي اخر لازم نرسمه عكس عقارب الساعة يعني مثلا بالنسبة للبلاطة اللي تحت دي نرسم من هنا نقطة لحد هنا التقاطع ده دي النقطة التانية دي النقطة التالتة اهي دي النقطة الرابعة اهي وبعدين اعمل في الاخر انتر يبقى انا كده خلصت الاربع نقط بتوعي نعمل كريك كمين تاني يقرر نفس الامر نرسم بلاطة تانية هنا النقطة الاولى اهيات بعدين النقطة التانية النقطة التالتة هنا النقطة الرابعة وبعدين enter كده لسمنا بلطتين جنب بعد دي بلاطة ودي بلاطة دي جنبها دي ممكن نشوف كمان مسطحات البلاطات بتاعتنا من قائمة view يحسي لو ان البلاطات ان انا عملتها من view visual styles ونختار اي حاجة غير 2d wire frame اللي هو الخطوط بس انا عايز حاجة ملونة زي الفي الوبجيكتس اللي موجودة في الساب نختار من هنا realistic مسلا لوني الحاجات بتاعتي بلون اعمل لها ملء للالوان بتاعتها للمساحة بتاعتها نكمل برضو رسم البلاطة من draw modeling 3d face ونرسم برضو البلاطة الفوق دي عكسة اقارب الساعة من النقطة ديت من الاكس ده للاكس ده للاكس ده من النقطة دي بقى كده خلص ونعمل click يمين بقى يعدي البلاطونة الفوق ديت نعمل click كيمين برضو نكرر نفس الامر لو انا مزبط البرنامج على كده يعني ونختار النقطة من هنا لحد هنا لحد هنا لحد هنا لحد هنا لحد هنا ونعمل click كيمين انا كده خلصت البلاطات بتاعتي كلها من السنتر بتاعة الكاميرات باقي ان انا انقل المنشأ بتاعي ده عند الصفر والصفر بحسي بقى سهل عندي لو انا عايز اضيف جرد جديدة في السابق او كده ممكن نختار المنشأ كله ونعمل له move move من هنا ونختار بقول لي select object اختار المنشأ كله ثم enter بعدين الباز بوينت اللي انا هنقل منها اللي هو اول x على الشمال هنا اللي هي النقطة دي هناخدها نوديها عند الصفر وصفر طبعا عمري ما هعرف القط النقطة ديت مزبوطة فانا بيقول لي second point الدي اكتب صفر وصفر مش add صفر لو عملت add صفر وصفر مش هيتحرك بالمكان صفر وصفر علشان يوديه عند ال global ordinance بتاعتي اللي هي 00 راح جاي ما راح حلي المنشأ كله عند نقطة الاصل البداية بتاعته ال access الشمال بتاعه عند نقطة الاصل هون بقى المنشأ كله يمين وفوق يعني كله بقى بالموجة وبدايته عند الصفر والصفر والصفر اللي هي x y z بعد كده هنحفظ الملف لكن هنحفظه بامتداد غير دي دابل و جي اللي هو دروينج بتاعي هنحفظه ب dxf فايل save as ونختار من ال types بتاعت الملفات من هنا وتو كاد الفين واربعة dxf وتو كاد الفين واربعة dxf ونسميه اسم وليكن سلاب مثلا حيث استدعيه بعد كده وانا في برنامج الساب بقى كده هو هتحفظ على انه ملف dxf نروح على برنامج الساب اربعتاشر وليكن هنشتغل على السابة اربعتاشر واول خطوة اعدل الوحدات بتاعتي الى طن فورس ومتر وسليزيوس ونعمل هنا file import استيراد انا عايز استورد ملف نوعه ايه AutoCAD dxf file بimport dxf file هاجيب من هنا اللي انا لسه حافظه اللي هو الslab dxf نقول الopen بيقول الوحدات بتاعتك ايه طن ومتر وسليزيوس اه تمام ال global up direction اللي هو محور زد لان انا عايز ارسم في البلان xy يعني انا كنت رسم هناك في البلان xy وال global up direction z يبقى كده زد دايما زد اللي هو لاعلى بالنسبة لنا اللي هو عكس الجاذبية بقى دايما هستورد من الوحدات للساب ال global up direction هيبقى بالنسبة لي هو محور زد اوكي هيديني اللي ارسم فيها هناك انا مرسمتش هناك غير الكاميرات والبلطات اللي هيا الفريمز الفريمز رسمتها في لير اسمها بيم ساب او ساب بيمز لجابها من هنا والشيلز اللي هي البلطات رسمتها في لير اسمها ساب شيلز بان كده استوردت من هناك الكاميرات والبلطات وما رسمتش هناك نقط ولا لينكات ولا صلتز ولا كده بنعمل اوكي هلا ايه جاب لي هنا البلطات والكاميرات بتاعتي لو انا ظهرت الفيل اوبجيكس اشوف البلاطات من هنا فيل اوبجيكس ظهر عندي البلاطات كده نعرف الماتيريالز بتاعتنا لان طبعا القطاع بتاع البلاطة هو مش مخصص لقطاع لو عملت كليكي مين عليها كده الاسساينبينت قال لي ده سيكشن طيب شيل والسيكشن نيم مالوش اسمه هو كده معرفلوش قطاع فانا هروح اعرف الاول الماتيريالز بتاعتي من ديفاين ماتيريالز في ماتيريال اسمها 4000 بي اس اي دي اللي هي دي كونكريت والماتيريال التانية ديه ستيل الماتيريال الاولانية ديه لو عملت لها موديفاي كده اه لقيت الماتيريال طيب بتاعتها كونكريت بس هو حتطلها اسم 4000 بي اس اي فانا هسميها كونكريت الويت بير يونت فوليوم اللي هي الكسافة اثنين ونص طن على المتر المكعب هعرفها المدرس اف الاس تيستي اللي هو اي اللي هو قيمته بالنسبة للكود المصري بتاعنا بالكيلو جرام على سنتيمتر المربع وحدته 14000 جزر الاف سي يو يبقى دي هتبقى 14000 في ممكن نحسب هنا على البرنامج في افتح قوس الاف سي يو بتاعتي وليكن 250 كيلو جرام على سنتيمتر المربع نقفل القوس ونعمل قس يعني شفت ستة نص يبقى كده ايه انا جبت جزرها يبقى 14000 في جزر 250 لو انا جبت الموز في اي خانة تانية هلاقيه حسب لي القيمة اللي فوق اهي 22159 دي بوحدة الكيلو جرام على سنتيمتر المربع لكن طالما انا شغال بوحدة الطن والمتر يبقى لازم دي تبقى بوحدة الطن على المتر المربع مش كيلو جرام على سنتيمتر المربع عشان نحول من كيلو جرام على سنتيمتر المربع الى طن على المتر المربع نضرب في عشرة يعني نضيف هنا قبل التسعة ديت زيرو ونمسح الارقام الباقية ديت مش مشكلة التقريب ده يبقى كده بالنسبالي الايو كونكريت بقى تتنين واثنين من عشرة في عشرة قس ستة طن على المتر المربع دي القيمة اللي بيعتمدها الكود المصري والبوسور ريشو بوينت اتنين والسيرمل اكسبانشن كوفيشن تسعة في عشرة تسعة من عشرة في عشرة ناس ستة او واحد في عشرة قس ناس خمسة ما فيش مشكلة اللي هي الاف سيلندر او الاف سي داش الاف سي داش ديت اللي هي مقاومة الاستوانة اللي هي مقاومة حقيقية تقريبا بتاعت الخرصانة اللي هي تمانية من عشرة من مقاومة الاف سي يو بتاعتنا والي يكن الاف سي يو اللي عند ماتين وخمسين كيلو جرام على السنتيمتر المربع يبقى الاف سي داش هتسوي تمانية من عشرة منها يطلع متين متين دي بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع يبقى لازم نضيف قبلها صفر عشان تبقى بالطن على المتر المربع كده عرفت المتاري البتاعت اللي هي الكونكريت اوكي اوكي انا ما عندش هنا ستيل هي كلها عرفت الماتريال اروح اعرف القطاعات بتاعتي من نعمل نضيف القطاع ده واللي اكون هنعرف الكاميرات بتاعتنا بيم اه ستين الدبس بتاحها بوينت ستة والويتس بتاحها بوينت اتنين خمسة دي كاميرا خمسة وعشرين في ستين اوكي والماتريال بتاعتها كونكريت اه نعرف كمان القطاعات بتاعت البلطات من اللي هي نعمل ده هنسميه سلاب خمستاشر مسلا او او ماشي خمستاشر خمستاشر ويه برضه التخانة خمستاشر والماتريال كونكريت ونعمل اوكي انا كده عرفت القطاعات البلطات والكاميرات نختار البلطات دي اللي هو ما كانش حدط لها قطاع ونعمل لها تخصيص assign area section ونضف لها القطاع اللي هو اس خمستاشر اللي احنا لسه عاملينه ده نختار برضه الكاميرات كلها ونعمل assign frame section القطاع اللي هو بي ستين سنتي اللي احنا لسه معرفينه دلوقت ده كده نعرفت قطاعات الكاميرات والبلطات وخصصتهم لهم نبدأ بعد كده نحط السابورتس بتاعتنا عند اماكن الاعمدة زي ما هو موجود هنا في لوحة الاوتوكاد نعمل assign joint restrain hinged اوكي كده هو حطيلي السابورتس بتاعتي نبدأ بعد كده نعرف حالات للأحمال من define load patterns في عندي حالة للدد نعمل كمان حالة لل live load والtype بتاعها live ونعمل add new اوكي نخصص الأحمال بتاعتنا على البلطات assign area load uniform shell في حالة الدد وليكن فيه covering point 15 زائد كمان الاحمال بتاعت الحوائط هتبقى على الكاميرات فهو الكاميرينج بس هو اللي هيبقى على البلطة اللي هو 15 من 100 في اتجاه global في برضو البلطات دي عليها live load من assign area load uniform shell في حالة live في عندي live load على البلطة وليكن ده منشأ سكني فالlive load 200 كيلو جرام على المتر مربع او point 2 طنع المتر المربع نعمل اوكي في حالة live بعد كده نختار الكاميرات بتاعتنا وليكن هي كلها عليها حوائط نعمل assign frame load distributed في حالة dead load في uniform load قيمته وليكن point 6 اللي هو وزن الحوائط اوكي كده هو حطيلي وزن الحوائط عندي كلها بعد كده نقسم البلطة القطع صغيرة ما تتعداش نصف متر في نصف متر اختارنا البلطات ونعمل edit area divide area ونقسم بالoption التاني ده نصف متر في نصف متر اوكي كده هتلاقي قسمها لي قطع صغيرة ما تتعداش نصف متر في نصف متر هنحرر بعد كده التورشن بتاع الكاميرات او نقلل التورشن resistance بتاع الكاميرات اوي علشان ما لقيش في اخر كل كاميرا عزم سالب نحرر الكاميرات كلها نختارها كلها ونعمل assign frame property modifier ونخلي التورشن constant factor وليكن boboint 01 قيمة صغيرة اوي اوكي نكتب لي عليها ان هو d property modified يعني حصل تغيير القواص بتاعتها ااا بعد كده هنبدأ نحفظ الملف بتاعنا وليكن وننسمي slab 1 مثلا ونحل ونلغي حالة الموضل ديت don't run ونعمل run now كده حل وطلع لي شكل deform shape بتاع كيس dead load ممكن نعمل combination عشان نطلع نتائج ultimate من define load combination نعمل كومبو جديدة اسمها ultimate نضيف فيها dead load بسكيل واحد ونص add وال live load برضو بسكيل واحد ونص add لان هنا live load على dead load اقل من خمسة سبعين من مية فهناخد اا حسب الكود المصري واحد ونص زاد واحد ونص live ونظهر بقى بالنسبة لنا joint reactions ultimate كده مطلع لل reactions لو عايز اكبر الفونت بتاعها من قائمة options dimension tolerance نخلي هنا minimum graphic font size بدل ما هي 3 نخليها 6 وبدل ما هي 8 الماكسوم نخليها مثلا 12 وكي كده الارقام ظهرت شوية هي دي reactions ultimate بتاعتي عند support لو عايز اطلع العزوم اللي على الكاميرات اه من هنا frames نطلع الامة 33 دي قيم العزوم ونخفي البلاطة لو انا عايز اشوفها نشوف الكاميرات دي قيم العزوم اللي عندي اه لو مشيت عليها يطلع للقيم عزم موجب او عزم سالب طبعا تحرير التورشن بتاعي فدني في الحتة دي العزم هنا تقريبا يقول للصف لو انا كنت ثبت التورشن زي ما هو العزم تاكين هيطلع كبير اه وعزم سالب يعني لو جينا اه فكنا الحل كده واخترنا الكاميرات واخترنا الكاميرات كلها كده احنا فكنا الحل وهنعدي في المسألة واخترنا الكاميرات كلها وعملنا وخلنا دي وخلنا دي طلع فيها عزم سالب قيمته اتنين وتسعة من عشرة طن متر مع ان الكاميرا ديت انا بالنسبة لي انها كاميرا سيمبل بيم مرتكزة على الكنتريفر ده يبقى بالنسبة لي في البدان كده الكاميرا دي كاميرا من بيم بكنتريفر طالع برا هيشيل الكاميرا الصغيرة الثانوية ديت اللي هي بالنسبة لي سيمبل بيم طب ازاي يطلع عليها عزم سالب هنا نتيجة ان في تورشن على الكاميرا دي تعمل عزم سالب على دي. فدايما الافضل طالما من انا مش هعمل تشكي على التورشن. لو سبته يبقى حلي هيبقى بالنسبة لي غلط. وهيبقى بالنسبة لي في الديزاين انسيف. لازم تحرر التورشن بتاع الكاميرات زي ما عملنا. يبقى نفك الحل تاني كده ونرجع نعملها صح تاني. نختار الكاميرات كلها. ونعمل اساين فريم بروبيرتي موديفاير والتورشن الكونستان نخليه بوينت زيره واحد اوكي. ونحل ونطلع نتائجنا مزبوط تاني. كده هو حل وطلع النتائج مزبوطة اهو العزم هنا صفر. والكانتليفر اللي شايل الكاميرا ديت عليه عزم سالب اهو في الاتجاه التاني لو بصنا عليه. اه دي الكاميرا الرئيسية اهي. الكاميرا ديت عليها عزم موجب هنا خمسة شرطان ميتر. وعزم سالب هنا قيمته تلاتة وتسعة من عشرة طن ميتر. بالنسبة للشير برضو نفس الموضوع الفريمز. الشير اتنين اتنين. نعمل اوكي. الشير كده مقلوب لو انا عايز اه اشوفه معدول ان اضرف السكيل بالسالب. وممكن كمان نشوف القيم. بتاعة الشير او المومنت بدل منشيل بدل من نشتغل بالفيل دياجرام نخليها الشو فاليوز ان دياجرام. ونخلي بالنسبة لنا في الشير لسكيل فاكتور بنقص القيمة الموجودة هنا. ده بالنسبة قيمة الشير عندي. نجيب الاكس واي بالان تاني ونظهر البلاطات بقى علشان نشوف المومنت عليها. الشير بتاعتي. ام واحد واحد دي العزوم في اتجاه اكس. الموجب هنا في نص البحر والسالب عند السابورتس او عند الكاميرات. برضو في اتجاه ام اتنين اتنين. دي العزوم بتاعتي ايه في نص البحر الموجب. خلاص وعند السابورت او عند الكاميرا العزم سالب. بكده لكون خلصنا آآ البلاطة. هي مرسومة على الاتوكات رسمنا عليها خطوط تمثل الكاميرات ومساحات تمثل البلطات وصدرناها على برنامج الساب وحلناها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته